شيعا رايتس ووتش تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة بأحداث مدينة طوز خورماتو أعربت منظمة شيعا رايتس ووتش الدولية عن صدمتها الشديدة من ثبوت استخدام الجماعات الإرهابية المتمثلة بتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في استهدافها للمدنيين العزل حيث أكدت العديد من الشهادات الرسمية على تعرض سكان مدينة طوز خورماتو ذات الأغلبية الشيعية وإحدى قصبات محافظة كاركوك الشمالية في العراق إلى قصف عشوائي بالذخائر الكيميائية المحرمة دوليا مما أسفر عن سقوط المئات بين طفل وامرأة وشيخ ضحايا لذلك الانتهاك المريع وأهابت منظمة شيعا رايتس ووتش الدولية بالمجتمع الدولي كافة ودول مجلس الأمن على وجه التحديد بسرعة المبادرة وعقد جلسة خاصة لمناقشة سبل التصدي لجرائم تنظيم داعش الارهابي والعمل على مكافحة وجوده بأسرع وقت ممكن تلافيا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بحق المدنيين